أهلاً وبركاته، مدهة嫌يزة الأهلية، معكم اسمي مدرسة الدراسات الاجتماعية، الصف السادس الابتدائي، وحشتون يا بنات تعالوا نتكلم النهار دا على آخر درس في الوحدة الثانية في الجغورافيا تعالوا نتكلم عن الموارد والأنشطة الاقتصادية في البيئة الساحلية أولاً الموارد والأنشطة الاقتصادية في البيئة الساحلية متعددة وكثيرة ممكن يقول بما تفسر اهمية او تعدد الموارد في البيئة الساحلية هنقول وذلك لتعدد الانشطة الاقتصادية وزيادة الدخل القومي طيب تعال نشوف ايه هي الموارد الطبيعية اللي موجودة في البيئة الساحلية وبيعتمد سكانها اعتماد كل عليها اولا صيد الاسماك اتنين البترول والغاز الطبيعي تلاتة الحيوانات او الرعي اربعة الزراعة او المحاصيل الزراعية خمسة السياحة والتجارة هناخد واحد واحد ونشرحه ونشوف بنتكلم عن اوه اولا الصروة السماكية صروة السماكية بنات بما ان احنا بنتكلم عن البيئة الساحلية والمدن الواقعة على البحر سواء كان البحر الاحمر او البحر المتوسط فطبيعي ان اهلها بيعتمدوا على صيد الاسماك واغلب سكانها بيشتغلوا بهذه الحرفة قلنا مصدرها الرئيسي نياه البحار والبحيرات حيث يبلغ الانتاج السنوي ما يزيد على 60% وذلك من انتاج مص وتعد بحيرة المنزلة اكبر بحيرات انتاجا للاسماك وننتبه قوي لموضوع بحيرة المنزلة لاني بيجي عليها اسئلة كتير ده غير يا بنات انه فيه انواع اسماك كتير في البحر المتوسط والبحر الاحمر في البحر المتوسط فيه انواع زي السردين والبوري والمكارونا وفي البحر الاحمر فيه اسماك زي التونة والحبار طيب تعالوا بقى نتكلم عن مورد تاني وهو البترول والغاز الطبيعي بما اني بقى موجودة عندنا في البحار البترول والغاز الطبيعي بكمية كبيرة ولذلك بتهتم البيئة السحلية باكتشاف البترول او البحث والتنقيب عليه عندنا حقول بترول زي بلعيم ومرجان وام اليسر ورأس غارب وده موجود او موضح عندك في الخريطة ده غير من امثلة حقول الغاز الطبيعي زي ابو قير البحري وابو ماضي شمال الدلتة وده بتبقى حقول غاز طبيعي منفردة ما بتجيش مع البترول طيب تعالوا بقى نتفرج على المورد التالت اللي هي الموارد الحيوانية او الراي بيقول بتنتشر المراعي في المناطق الساحلية خاصة الساحل الشمالي في ساحل ماريوت بين الاسكندرية والسلوم وايضا موجودة في شمال سيناء تعالوا بقى نتكلم عن الموارد الزراعية البيئة الساحلية مش منتشف فيها الزراعة قوي ولكن موجود في الساحل الشمالي وزي لك لسقوط الامطار شداء على الساحل الشمالي وموجود كمان في شمال سيناء زي اشجار الزيتون اللي بنستخرج منه زيت الزيتون ومزارع الفكهة خاصة الحمضيات وبعض المحاصيل كالشعير يبقى ديء الزراعة اللي موجودة ولكن ما بتعتمدش البيئة الساحلية على الزراعة اعتماد كلي نيجي بقى للسياحة والتجارة بتوجد شواطئ ومواني جميلة على البحر الأحمر والمتوسط وهي بتستغل كمصايف ومشاتي بتجذب السائحين ومناطق للترويح عن النفس وهي بذلك بتعد مصدر للدخل القومي وبيزدهر النشاط التجاري من خلال حركة رسو السفن والموجودة بالمواني البحرية سواء ميناء دومياط أو ميناء الأسكندرية طبعا يا بنام انتوا عارفين لما بيجي الصيف وبنحب ان احنا نروح اسكندرية أو بورسعيد أو شارم الشيخ أو الغردقة ودي بتبقى بالنسبة لنا مناطق للترويح عن النفس والترفيه وبرده بتبقى مصدر للدخل القومي الموجودة لمصر تعالوا بقى نتكلم عن آخر حاجة هي التجارة والنقل بيعمل السكان في شحن وتفريغ السفن في المواني وقلت الحصة اللي فاتت أو في الفيديو اللي فات يعني ايه شحن وتفريغ اللي هو بيفض السفن في البضائع ويملاها دي بتعتبر برضو من الصناعات أو من الحرف اللي موجودة لسكان أهل السواحل بالإضافة إلى عمليات نقل البضائع والمسافرين عن طريق البحر طيب اتكلمنا عن البيئة الساحلية وعن كل الموارد اللي بتعتمد عليها في النشاط الاقتصادي هل في مشاكل بتواجه البيئة الساحلية؟ أو للأسف في مشكلات بتواجه البيئة الساحلية واحد تلوس المياه الشاطئية يعني المياه بتاعت الشاطئ بتبقى ملوسة كتير ليه؟ بسبب الصرف الصحي للمدن الساحلية في البحر والبحيرات يعني تلاقي مصانع بتبتدي تعمل صرف صحي وبترمي مخلفتها في البحر ودي مشكلة بتواجه البيئة الساحلية دغير صرف المصانع وصرف طبعا السفن اللي برضو بترمي جزء كبير أو بتهدر جزء كبير من المخلفات في البحر تالت حاجة عندنا التلوث الناتج عن حركة السفن ونقلات البترول طبعا حتى نقلات البترول لما بينزل منها جزء من البترول أو بقع منها ده بيأثر على الإنسان وعلى الأسماك بصفة عامة طيب في مشكلات تاني في عندنا مشكلة اسمها تآكل السواحل بفعل نحت الأمواج خاصة ساحل الدلتة يعني إيه تآكل السواحل يا بنات؟ دي طبعا أمان مقصود بيه وعليكي حفظها تآكل السواحل يقصد به قيام الأمواج بنحت السخور التي تشكل سحر البحر يعني الموج بيجي قوي جدا فبينحط أو بياكل في السخر عشان كده بيؤدي إلى تآكل الساحل أو الشاطئ اللي موجود على البحار أو شواطئ البحر طيب دي بالنسبة لنا مشكلات هل الدولة هتقف سكتة في المشكلات دي تولى لها حلول جهود الدولة لحل مشكلاتها؟ واحد تجريم رمي مخلفات الصرف في مياه البحر يعني إيه تجريم يا بنات؟ يعني أصبحت جريمة واللي يعمل كده بيتعطب فيها اثنين المحافظة على الشواطئ من التآكل عن طريق عمل مصدات لحماية الشواطئ وتجديد رمال الشواطئ سنويا يعني إيه محافظة على شواطئ من التآكل؟ يعني إنه بيعملوا مصد كده عن طريق الصخر أو الطوب القوي عشان الميا أو الأمواج لما بتيجي شديدة ما تدخلش ناحية الشاطئ ويعمل نوع من التآكل وبكده تعتبر الدولة بتحافظ على البيئة الساحلية والمدن اللي موجودة بيها يربي يكونوا استفدتوا الواجهة حبيبي صفحة 95 و94 شكرا